بسم الله الرحمن الرحيم أعطيكم العافية السابع إن شاء الله اليوم درسنا حسة يوم الخميس ضرب الأعداد النسبية وقسمتها يا حبابي في موضوع الضرب والقسمة ما في عندي توحيد مقامات أهم قاعدة أنه لا يوجد توحيد مقامات في الضرب والقسمة والموضوع بسيط البسط بتضربه بالبسط والمقام تضربه بالمقام وتتركها زي ما هي فلو سألتك جد ناتج ضرب عندك 2 في 1 2 7 في 6 42 طيب حسة 42 هذا زوجي وهذا زوجي بقبل أن القسمة على قديش على 2 فهاي 1 على 21 اللي بعده سالب 3 في 2 سالب 6 8 في 9 72 تقسيم 2 تقسيم 2 شو بتصير سالب 3 على قديش 36 وبرضو تقسيم 3 تقسيم 3 بطلع سالب 1 بطلع سالب 1 على 36 3 12 لو اجينا للسؤال هذا سالب 12 في 3 سالب 36 6 في 15 90 تقسيم 2 تقسيم 2 بطلع الجواب قديش سالب 18 على قديش على 45 وعلى 3 على 3 لأنه بقبل أن القسمة على 3 سالب 6 على 15 وبرضو كمان مرة على 3 على 3 أو إنه هذا كله على جدول التسعة تقسمه اللي هو سالب 1 على 5 لو اجينا للفرع اللي بعديه سالب في سالب تفقنا دائما سالب في سالب موجب و2 في 1 2 6 في 5 30 هاي قداش نصة 1 وهاي قداش نصة 15 اللي هي تقسيم 2 تقسيم 2 لو اجينا للشكل هذا هون ممنوع تضرب إلا لما إيش تعمل لي ضرب وجمع سالب 2 ضرب 5 في 3 15 1 16 على 5 وهي شو مقامها أكيد واحد سالب 2 في 16 سالب 32 1 في 5 5 وهي هيك بأبسط صورة هون ضرب جمع ضرب جمع 6 في 2 12 1 13 على 2 ضرب 7 على 3 13 في 7 3 في 7 21 7 في 1 7 و2 9 3 2 6 والجواب 1 9 6 موضوع الضرب سهل جدا زي ما أنتوا شايفين يا حبيبي لو أجينا إلى أرقام عشرية عندي لو عندي أرقام عشرية أول شي سالب في سالب الجواب موجب بس خلينا نشوف قديش هاي الخمسة وعشرين هاي الثمانية 8 في خمسة أربعين 8 في 2 16 واربعة 20 الجواب قدش طاله عندي 200 ها موجب 200 كم رقم وراء الفاصلة واحد برجع رقم واحد وراء الفاصلة هون عندي 125 164 4 في 25 4 في 2 8 و 12 5 بنزل صفر 6 في 35 6 في 2 12 3 15 6 في 1 6 1 7 بنزل صفرين لأنه بتتعامل مع المئات 5 2 1 بجمع 0 0 15 0 2 فالجواب 2000 هيك كم منزلي وراء الفاصلة من عندي هون 2 ومن عندي هون 2 4 منازل وراء الفاصلة 1 2 3 4 بحط الفاصلة فالجواب 2 فاصلة 500 بالعشر لو اجينا لهاي بعمل ضربه جمع سالب 4 بونت 2 ضرب 2 في 3 2 في 1 طبعا لا هاي ممنوع تظلها زي هيك لما يكون فيه كسور كسور عادية فالجواب ها بده يصير سالب 4 و2 على 10 لنا 2 بالعشرة ف2 على 10 وهي 2 في 1 2 و1 3 على 2 ضرب جمع 10 في 4 42 42 على 10 ضرب 3 على 2 3 في 2 6 3 في 4 12 10 في 10 20 2 على 2 نص نص 126 اللي هي هي 6 نص 12 ونص 6 63 على 10 وهي هيك بابسط صورة لو اجينا لللي بعديها طبعا هون عندي بكل سهولة 5 ضرب 6 ها 4 فاصلة بدون حتى الفاصلة بدون السالب وهي الخمسة 5 في 36 5 في 4 20 وهي 23 فالجواب 230 وعندي رقم 1 بس ورا الفاصلة اللي هو 6 فالجواب 23 لو اجينا لهاي بحط انتحت بعض 6 في 6 اي 6 في 4 24 6 في 2 12 و2 14 بنزل 0 نفس الرقم لانه 6 لما اضربها بال24 رح يطلع 144 هاي 4 8 5 1 الجواب 1 5 8 4 كم رقم وروا الفاصلة 1 2 3 بعد 3 ارقام وبحط فاصلة والاشارة سالب 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 موجب وهنا موجب في سالب ما بنسى الاشارة سالب والعدد هالس سالب في موجب سالب اخر اشي هنا سالب في موجب رح يطلع الجواب سالب طيب ضرب جمع قبل ما نحط الجواب السالب هاي بدا تكون 6 وأربع على عشرة ضرب خمسة في اثنين عشرة واحد 11 على خمسة وهي سالب ضربوا جمع تطلع عشرة في ستة ستين 64 على عشرة ضرب خمسة في 11 والجواب عشرة في خمسة خمسين تحت وهون 11 46 0 4 6 والجواب 4 0 اليد 1 وهون 7 فجواب 700 على 50 بقيم صفر مع صفر فشو الجواب 70 على خمسة اللي هو 14 صحيح هيك يا شباب احنا خلصنا كل موضوع الضرب الواجب المطلوب منكم هو حل الأسئلة هذول لـ 12 القسمة رح نأخذها لحصة الجاي انتم المطلوب منكم الحل من هون من 1 لـ 12 بتمنى الكل يحلهن موضوعهن سهل جدا زي ما حكيت الكل مادة طويل شوي فبدنا مساعدة من الجميع انه كل يحل معايا واللي عنده أجل استفسار أو أي شي يبعث لي وان شاء الله انه منحلها يعطيكو ألف عافية حبايبي ترجمة نانسي قنقر